السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم وعالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله جايب لكم هدية من اقوى الهداية اللي ممكن تشوفها في سنة 2025 شركة اومي واحدة من اكبر الشركات في عالم النسخ الاحتياطي وقدرت النظم عامل احتفال ضخم للكريسماس ومقدمة برامج مدفوعة ايمتها الاجمالية تتعدى 1000 دولار مجانة لمدة سنة كاملة في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هعلمك ازاي تفعل البرامج ديت وتحملها وتثبتها على جهازك وتستفيد بيها لمدة سنة كاملة بدون ما تدفع اي جنيه تابع معايا الفيديو لنهاية طيب هنعمل ده مع بعض ازاي بمنطقة البساطة هتفتح المصفح الخاص بك وتيجي في خانة البحث اللي فوق ديت تضع الرابط اللي انا ان شاء الله تركولك في قلبي صندوق الوصف الخاص بالفيديو وبعد تتضع انتر من راحة المفاتيح هتفتح معاك الصفحة بتاع الموقع بتاع شركة اومي طبعا هي بتقدم مجموعة ضخمة من البرامج المجانية بمناسبة عيد الميلاد طبعا البرامج ديت برامج مدفوعة تاخد رخصة كاملة لمدة سنة كاملة بدون ما تدفع اي مالين طبعا زي ما حراك شايف كده العد الافتراضي لانتهاء هذا العرض قدامها 25 يوم طبعا اجمالي البرامج اللي بتقدمها الشركة ديت بمناسبة عيد الميلاد هم 21 برنامج تحديدا زي ما حراك شايف كده في برامج للنسخ الاحتياطي للويندوز وعمل نسخة كاملة منه بالبرامج بالتعريفات في برامج اللي هي مشاركة الاجهزة في برامج لازالة الخلفية باستخدام الذكاء الاصطناعي في برامج كتيرة لتنضيف الهارد ديست برامج لسيانة الويندوز اكتر من برنامج للسيانة زي ما حراك شايف كده في برنامج مثلا لحسف البرامج المستحصية وحسف الجزور الخاصة بالبرامج في مجموعة كبيرة جدا من البرامج في برامج لتقسيم الهارد ديست وحل كل المشاكل الخاصة به في برامج اللي هي النسخ الكامل للبرتاشن او الهارد ديست بالكامل مجموعة كبيرة جدا من البرامج حضرتك طبعا ما تروك لك خيار اختيار البرامج المناسبة لك وتحملها من ضمن البرامج اللي موجودة في العرض هي برامج لمسح البيانات بالكامل بحيث ان محدش يقدر يستعيدها مرة تانية في برامج طبعا للتعامل مع الايفون والايباد طبعا برامج خطيرة جدا في برامج مثلا لتحسين جودة الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي في برامج مثلا لازالة العلامة المائية من السور طبعا مجموعة من البرامج الضخمة انا شايف ان هي فرصة كبيرة لأي مستخدم يجب ان هو يحمل هذه البرامج قبل ما تنتهي هذه المدة ويستفيد بالعرض قيمة البرامج حوالي الف دولار طبعا انا هبدأ احمل برنامجين وهوري الحضرات الجزدات فعلهم تفعيل دايم اول برنامج هبدأ بتحميله هو برنامج اميو باقاب هوم طبعا البرنامج دا برنامج عظيم جدا في اغزة نسخة احتياطية كاملة من الويندوز بالتعريفات بالبرامج طبعا وممكن ترجعها في حدود خمس دقائية لو الويندوز بتاعك ويعا طبعا هاختار برضو البرنامج التاني دا اللي هو ويندوز اوبتوميزر طبعا دا لاصلاح كل المشاكل اللي بتقابل الويندوز وصيانته وتسريع جهاز الكمبيوتر طيب هنعمل دا مع بعض ازدائب ومن طول بساطة هتروح رايح على البرنامج اللي انت حابب تحمله تضغط على get it now ضغطتين وتنتظر لحديث ما يبدأ يظهر معاك ملف التحميل لحظات بسيطة ازاي ما حرك شايف كده ظهر ملف التحميل هتبدأ تضغط على تحميل الان تمام وبعد كده تبدأ تقفل استفحة انت مش في احتياج لها طبعا انا هوقف الفيديو لحين الانتهاء من تحميل الملف وارجع عليك مرة تانية عشان اوليلك هفعاله ازدائج طبعا انا حملت البرنامجين اللي انا عايزهم اللي هو برنامج النسخ الاحتياطي للويندوز وبرنامج صيانة الويندوز كل اللي انت هتعمله هتاخد مثلا ملف النسخ الاحتياطي للويندوز هتبدأ تفك الضغط عنه وتعمل click main تضغط على فتح تنتظر لحظات بسيطة لما يتم فك الضغط عن البرنامج وتبدأ تضغط على استخراج الى تبدأ تضغط موافق لحظات بسيطة وتم فك الضغط الملف عندك على سطح المكتب زي ما حراك شايف كده بقى عندي اللي هو الفولدر ده هبدأ اضغط عليه هبدأ اضغط عليه مرة تانية هلاقي عندي ملفين ملف استطاب بتاع البرنامج وملف الرخصة فيه تنبيه هام حابب ان انا اقوله لحضرتك قبل ما اتفعل البرنامج ان المفتاح اللي الشركة ادته لحضرتك ده مفتاح خاص بيك ماينفعش ان انت تديه لصديق او ان حضرتك تنشره على الانترنت وفي حالة ما حضرتك هتعمل كده هيتم ايقاف التفعيل الخاص بالبرنامج طبعا الترخيص رقمي خاص بيك ماينفعش ان انت تنشره او تديه لصديق لو حضرتك حابب ان انت تعرف صديق ابعت له الرابط بتاع البرنامج هو يبدأ يحمله وهيتم ارسال ترخيص رقمي لمخصوص طيب هنثبت البرنامج ازاي كل انت هتعمله وتضغط عليه ضغطتين هتنتظر لما يبدأ عملية التثبيت الخاص بالبرنامج طبعا هتظهر معك رسالة بتقولك هل تود التثبيت هتقوله طبعا نعم هننتظر لما نتابع عملية التثبيت مع بعض هنبدأ طبعا نختار اللغة زي ما حراك شايف كده البرنامج بيدعم لغات من ضمنهم اللغة العربية اختار اللغة العربية واضغط على اوكي وهنتظر لما البرنامج يواصل عملية التثبيت هيبدأ يظهر معي البرنامج بالصورة ديتها ابدأ اضغط على انستور تمام كده وانتظر لما تبدأ عملية التثبيت طبعا تثبيت البرنامج زي زي اي برنامج بتثبته على جهاز الكمبيوتر مفهوش اي مشكلة خالص انتظر طبعا لحين الانتهاء من تثبيت البرنامج وتابع معاك الفيديو طبعا بكده تم الانتهاء من تثبيت البرنامج بنجاح وزي ما حراك شايف كده الايكونة بتاعته ظهرت على سطح المكتب الخاص بنا بعد تثبيت البرنامج هنفتحه هنبدأ نروح على ثلاث شورة اللي موجودين فوق دولة هنبدأ ننزل عند حاجة اسمها لانسس افضيت كود هنبدأ نضغط عليها هنبدأ ناخد الكود او المفتاح اللي تم ارساله مع البرنامج هناخده نسخ نبدأ نعمله لصق وبعد كده نضغط على التسجيل هننتظر طبعا لما يتم تسجيل البرنامج زي ما حراك شايف كده تم التسجيل بنجاح هنبدأ نضغط على حسنا تمام هنبدأ نروح حول البرنامج نفتحه هنلاقي ان احنا عندنا نسخة كاملة لمدة سنة كاملة ارجو طبعا ان انت تحتفظ بمفتاح التفعيل لنفسك طبعا برنامج النسخ اللي احتياطي للويندوز بالبرامج بالتعريفات انا ان شاء الله هعمل لك فيديو كامل ازاي تاخد نسخة كاملة من الويندوز بالتعريفات بالبرامج وتحتفظ بها لحين حدوث اي مشكلة عندك وازاي ترجعها مرة تانية بمنتهى البساطة لو راحنا على البرنامج التاني اللي هو برنامج سيانت الويندوز وتسريعه واصلاح الاخطاء بتاعته بعد ما فكنا الضغط عنه هنفتح الملف بتاع البرنامج هنلاقي ملفين هو ملف السطب العادي خالص والملف التاني هو عبارة عن ريدمي طبعا لما بنفتح البرنامج او بنفتح الملف ده هنلاقي ان خضرتك بيقولك ان انت اثناء عملية التثبيت للبرنامج هيتطلب منك ان انت تدخل ايميل معين اليميل ده من خلاله هيتم ارسال الترخيص يبقى حضرتك اثناء تثبيت البرنامج هتدخل اليميل الخاص بيك لازم طبعا ايميل يكون شغال عشان اثناء التثبيت هيبعت لك هو كود التفعيل على اليميل يبقى كل اللي انت هتعمله هتدخل على اليميل الخاص بيك تاخد كود التفعيل وتضعه في البرنامج عشان يصبح نسخة كاملة طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته